هناك تهديد كبير بالعالم اليوم أنه لا يوجد فيه إمكانية تصنيع كمية كافية من التلفونات واللابتوب وغيرهم من الأجهزة الذكية والسبب معركة عالمية بين أمريكا والصين على الميكروتشيب سأخبركم الميكروتشيب قطعة صغيرة بلاها لا يمكننا أن نصنع أكثر من تريليون من أجهزة الذكية التي تختار ببالنا 65% من الميكروتشيب يتصنعوا بلد صغير اسمه تايوان متنازع عليه بين أمريكا والصين اللي بتعتبر تايوان مقاطعة صينية لمحللين متوعين إمكانية تقوم حرب في 2025 بين البلدين جايمي دايمون سيولا بانك جاي بي مورغن نبه الشهر الشركات العالمية تتحسب لتأسير السياسات العالمية بسنين الجاية على سلاسل التوريد الميكروتشيب اليوم عصب الاقتصاد الجديد وتصنيع بالكميات المطلوبة بيعتمد على شركات قليلة مثل TSMC, NVIDIA و AMD لكل أصحاب الشركات الناشئة اللي بتعتمد على الـ IoT ضروري تتحسبوا وتأمنوا سلسة التوريد للميكروتشيب بالكميات اللازمة تحسبا لأي طارق بالسنين الجاية ترجمة نانسي قنقر